مرحبا برج الدلو أهلا فيكم في قراءتكم العمل ثمانية السيوف خرجت من سجن عقلي سجن نفسي أكثر من أن يكون سجن حقيقي دائما كنت تعتقد أن الحياة صعبة أن الفرص ضئيلة أمامك كنت تحس بطاقة سوداوية يا برج الدلو في السابق ولكن مقبل على فترة انفتاح سبعة الأكواب لأن سبعة هو رقم الانتظار شوف من بعد من بعد سجن ومن بعد ما مريت فترة فيها احتمال أنك كنت عاطل عن العمل الفرص قليلة ونادرة أمامك تبحث عن الفرص ولكن ما تجدها رح يكون في انفتاح شفت السد لما ينفتح لأنه يكون الضغف قوي هذه الدرجة يكون الانفتاح في حياتك وفي الفرص حتى لأمامك جدا قوية والمفعول ما لها قوي ينفتح كل شيء أمامك مرة واحدة حتى لجرجة أنك تتشتت عندك في الفترة القادمة من بعد الانحصار الكثير من الأفكار الكثير من المشاريع وحتى الكثير من المسئوليات الكثير من الزبائن حتى الكثير من الأشخاص فرص اللي يطلبون اهتمامك اللي يعرضون عليك فرص اللي يعرضون عليك أن تعمل معاهم تعمل من أجلهم الأموال بالمختصر مشاريع كثيرة من بعد فترة تركوه دي برج الدلو وننهي جانب المشاريع أو حتى الوظيفة بتربعك على عرش الأرض من طاقتك هوائية ولكن طاقة الأرض هي طاقة الأموال النجاحات رح تحقق شوف في أبراج تمر بنمو بطيء أو نمو خلا نقول موزون نوعا ما يكون نموهم متدرج برج الدلو بما أن أنت الماستر أو رئيس المجموعة الهوائية فشي طبيعي أن قفزاتك في الحياة رح تكون أيضا قفزات طبيعتها هوائية مو قفزات صغيرة في تدرجك في السلام الوظيفي يعني يوم تكون موظف عادي مرة وحدة يقع عليك الاختيار عشان تترأس مجموعة كبيرة أو مشروع كبير عندك هاي الطاقة عاطل عن العمل مرة وحدة تبتدي مشروع نزيل بسرعة تصعد فيه بسرعة يصير أمامك صيد بسرعة تقع فيه حتى عجلت هاي المسئوليات وتأسس لنفسك اسم أشوفي هني برج الدلو من بعد فترة غياب وانقطاع وهدوء وسكون وركود حتى صار لك فترة يعني كأنما هني حتى تحجرت وايد صار لك تنتظر رح في الأخير يبتدي من شهر السبعة أشوفي حتى هاي الطاقة من شهر ستة وخمسة ابتدت عندكم أنه يطلع لك صيد اسمك يبين بين الناس الناس تبتدي تعرف اسمك تسأل عنك من هذا مالك المشروع من المسئول عن تنفيذ هذا المشروع الناجح يسألون عنك بالاسم مرحلة جدا جميلة مقبل عليها في حياتك العملية خلنشوف جانب الأموال تائما جانب الأموال رح يكون مرتبط نوع عما بجانب المشاريع والتطورات في الحياة العملية عندك فارس النار الفارس السريع مسؤوليات كثيرة لازم بسرعة تنتقل من مسؤولية إلى اللي بعدها بدون حتى ما تفكر بدون ما تاخذ وقت طاقة النار الأفعال كأنما هنا رسالة لك من أجل أن أنت ما تفوت أي فرصة أنا مثل ما نقول الفرص كالسحاب أنت بحتاج مو أنك ترفض أي عروض عمل وإنما حاول أن تقبل قد اللي تقدر اقبلهم كلهم ولكن تنفيذك خليه يكون سريع في المشاريع عشان تحصد الأموال أشوف هنا برجة دلو أنك ما رح تحصل على الأموال اللي ترغب فيها إلا لما تنفذ المشروع فاجبر نفسك أن أنت تعمل سريعا ما تعلق في طاقة الهواء طاقة التفكير وطاقة التخطيط عندنا أربعة الأكواب أبداً مو شرط أنك أولويات رقم أربعة هو دائماً يعني لي الأولويات شوف إذا أنت هنا يا برج ادلو وإن كانت أشوف هنا الأموال بما أنه عندنا طاقة الماء الأموال قاعدة تنضخ في حياتك بشكل مستمر في الفترة القادمة يعتمد على المشروع اللي تمسكه عندك كثر من خيار هل تتوظف هل تعمل عمل خاص أو الأثنين ولكن الشيء اللي تعطيه اهتمام في الفترة القادمة اختيارك مهما كان اختيارك ترى هل المشروع أو هل العمل الخاص هل الوظيفة الثابتة اللي تعطيه اهتمامك أنزين وهو اللي راح يعطيك المردود المالي الأكبر مجرد أنت يجب أن تختار لا ترفض الكل ولا تقبل الكل خليك تنتقي بما أنه هنا عندنا مثل السد اللي راح ينفتح أمامك سد البراشر أو التدفق مالي عالي تدفق الفرص فخليك تنتقي عشان تقدر على الأقل تركز في تنفيذ المشاريع وبعدين تأتيك هني قاعد أشوفك تعمل كمال محصل المحصل هني تحصل أو تجمع الأموال ستمر في الفترة القادمة بفترة تحس أنك قاعد تبني نفسك من الصفر لأن هذه هي طاقة التلميذ المراهق الصغير في السن فمهما كان عمرك أو نضوجك حتى في الفترة القادمة لا أبدا عندنا أربعة رقم الأساس لا تفكر أنك مثلا في السابق يا برج الدلو كنت دائما تبذر في الأموال فمعناته تضطر أنك أيضا في الفترة المقبلة تتعامل مع نفسك بنفس الأسلوب لا حتى لو أنت كنت مثلا غير مسؤول ماديا ماليا كنت من النوع اللي وايد تبذر كنت من النوع اللي ما توفر الكثير من الأموال مهما كانت يهني طباعك تصرفاتك المالية اللي يجب أن تغيرها غيرها كنت شجاعا بما فيه الكفاية أن أنت تحصل أموالك إذا أحد مدين لك بالأموال حصل أموالك كان يهني عندك طاقة عدم التنازل عدم الحياء حتى دائما المراهقين لا يتسامون بالخجل يعبروه عن رغباتهم عدم الخجل من تحصيل أموالك في الفترة القادمة ننظر إلى جانب الدراسة إذا كان عندنا أحد منكم في أو يتطلع إلى هاي الجانب عندنا ثلاث الخماسيات أكثر كرت لحد الآن تكرر في كل قراءات شهر يوليو يختلف معناه باختلاف وضعه في القراءة ولكن هذه طاقة جميلة بغض النظر وين ما تكون طاقة جميلة ملك الأرض وراها و عشرة السيوف رح أقول لك النصيحة في الأكاديمية خلي نقول أو في الدراسة برجدلو إحنا وإنت أكثر واحد رح تستوعب كلامي لما أقول لك إحنا نمر بفترة التعليم فيها نفسه يتغير مضى الطلبات السوق بعد ما تدرس وتضيع من عمرك ما أقول لك تضيع من عمرك ولكن تمضي من عمرك ثلاث أربع سنين وأكثر تدرس تخصص معين وتجتهد تتوقع أنه أنت خلاص حققت نفسك وحان الوقت عشان تحصد الأموال وتأتي لك الوظيفة سوق العمل تغير قاعدين مو بس يطلبون التحصيل الأكاديمي والتفوق الأكاديمي هو أساس نعم ولكن هو مجرد طرف واحد في المعادلة المعادلة فيها ثلاثة أطراف ثلاثة أطراف التفكير بإبداع سوق العمل يحتاج أشخاص دائما عندهم تفكير مستقل وهذه هي طبيعتك فلا تقلق من هاي الجانب التفكير الإبداعي هو من أطباع الأبراج الهوائية ما هو العامل الثالث اللي يجب أن تأخذه بعيني الاعتبار سوق العمل أصبح مو فقط ينظر إلى تحصيلك الدراسي حتى لو ما كنت متفوق ينظر إلى خبرتك بتقول لي أنا حين توني قاعد أعمل على التحصيل الدراسي إيشلون تسأليني عن الخبرة النصيحة لك إنه مهما كان التخصص اللي أنت فيه حاليا حاول وإنت قاعد تدرس لا تقضي وقتك فقط في الدراسة استغل فترة الإجازات اللي ما بين الفصلين إجازة الربيع إجازة الصيف في أن تحصل على تدريب حتى لو كان تدريب من غير مردود مادي أو بمردود مادي جدا زهيد الطاقة عندك هنا خلال شهر يوليو وحتى في الفترة القادمة تغير ترسوق العمل لازم تدعم دراستك الأكاديمية بخبرة عمل ومو أي خبرة عمل خبرة عمل قوية تساعدك بكرة على أن أنت تكون من أوائل المرشحين للوظيفة لا تعتقد أبدا أنك خلاص وصلت لأنك حصلت على الشهادة مجرد أول عتبة في طريقك دعم شهادتك بخبرات بتدريب إذا أنت مثلا تدرس شيء تعليمي حاول أنك تحصل على تدريب في مؤسسة تعليمية بغض النظر احصل على تدريب أنت اللي محتاج للتدريب هذه هي الرسالة لك عشرة السيوف أنت على وشك أنت تخرج لا تتخرج وبعدين تضطر أنت تعامل مع هاي الحقيقة بعدين تحس أنه ضيعت مثلا وقت الإجازات الصيفية فقط من دون أن تجهز نفسك أنت محتاج تشوف عندك انتقال لأن العشرة هو الأكتمال رح تنتهي من الصعوبة الأكاديمية ولكن مقبل على سوق عمل زاد فيه التنافس ويطلبون حين متطلبات غريبة عجيبة مو فقط شهادتك وبعد يبون خبرة جهز نفسك قبل ما حتى أهم يسألونك أنت عندك ملك الأرض أنت إذا سويت هذا الشيء النقطة اللي قلت لك عنها يا برج الدلو رح تصير تصير كامل والكامل الله سبحانه وتعالى كامل في نظر اللي ينتقل إحنا ليش نتعلم دائما نكون نتوقع مستقبل نجاح وظيفة تنتظر هذا الشيء سو هذه النصيحة لأن أنت هني رح تكون مسلح بكل الموارد كل الشروط أي مكان عمل تذهب إليه إذا عندك شهادة وتوك متخرج وأيضا عندك ولو ست شهور خبرة عمل أنت خلاص وإذا كنت تقدر تعمل وتدرس في نفس الوقت أفضل وأفضل أنت تكون في قائمة الأفضل ترى في نظر اللي يوظفونك هذا هي الرسالة لك في الناحية الدراسية خلنا نشوف جانب الهجرة عندنا السيف الصغيرة وأميرة السيوف هذا هو كرتك يا برج الدلو شوف في تأخير في أمنيتك في تدخلات خارجية للأسف أنت أرغب في الهجرة في عوامل خارجية غير عادلة ما بقول لك عادلة لا لأنه عندنا سيف المراهق غير عادلة أهي اللي قاعدة بتأخرك عن حلم الهجرة وأنك تبتدي حياتك قاعدة أشوفه هنا برج الدلو ويقول له أنا بس أهاجر إلى الدولة الفلانية رح تكون عندي عصا ساحر كل أحلامي رح أقدر أني فعلا أنفذها كل طموحاتي رح تكون سهلة المنال وكلامك صح يا برج الدلو ولكن خلنا نشوف هنا نلقي نظرة على التأخيرات اللي قاعدة تأخر الهجرة شوف الدولة اللي أنت تحاول الهجرة لها خصوصا إذا كانت من الدول الغربية أو الأوروبية عندهم نظام الهجرة أو قبول الطلبات تكون نظام معقد بالعادة نظام معقد ما تقدر تضع يدك على الأسباب بالضبط ولكن اللي أقدر أقول لك يا أنه في أولوية هم يضعون أولوية أنت لو عرفت عنها رح تقول هذه عنصرية مثلا في بعض الأنظمة تفضل الشخص الأعزب بعض الأنظمة تفضل الشخص اللي رح يهاجر يكون معه عائلة بعض الأنظمة تفضل أشخاص ترى لا تقول أنه أنا قتلك ولكن فعلا هذا اللي عرفته أنه بعض الأنظمة يكون عندها مثل الرانكينج أو التصنيف الناس اللي من الدولة الفلانية مثلا الناس اللي من الصين يحصلون على تصنيف أعلى من الناس اللي من الدول العربية الناس اللي من دول اللي من أصول مسلمة أو من أصول ما على أساس الدين لا على أساس الدول أكثر هذا اللي يعرفه الناس اللي من دول مثلا أوروبا يحصلون دائما على تصنيف أفضل امتيازات افضل عند الهجرة مهما كانت هنا المعوقات اللي يضعها امامك النظام نظام الهجرة للدولة اللي ترغب ان تهاجر له شوف انت اللي في الوسط هذا برج الدل وهذا هي كرة النجمة تحقيق الامنية مهما طال ومهما كان الشيء مو عادل لأي كثر بطولونه في النهاية طال الزمن او قصر مثل ما هني اندفع وتدفق سيل الفرص امامك في حياتك الحمدلله ابتدت تفرج على برج الدلو نفس الشيء في موضوع الهجرة نفس الشيء مو راح يقدرون ياخرون الموضوع اكثر من شدي فقط بقت ايام معدودة لحين ما الله سبحانه وتعالى يكتب ارادته يعني خلاص التوقيت حين بيد الله طلع من في امور في اسباب نأخذ بالاسباب وهم قاعدين ياخرونك او اسمك اشوفه هني ما قاعد يصير في الاولوية بسبب النظام اللي عندهم نظام الهجرة ما لهم ولكن في النهاية امنيتك راح تتحقق هذا اللي اقول لك اياه بخصوص موضوع الهجرة بخصوص موضوع الصحة عندنا عشر عشر الخماسيات كل شي مرتبط ببعض يا برج الدلو كثرة الفرص والاموال القادمة في طريقك والنجاحات المتدفقة راح تسبب عندك تكاثر الاموال تكاثر الاموال راح يسبب عندك المبالغة في اكل شي معين تحبه المبالغة في اسلوب حياة مصحية مثلا تاكل وايد فاسفود تاكل وايد اطعمة دهنية ما تحافظ على رشاقتك شوف هذا الشخص رشيق مو بس انت انت واللي حولك يعني حتى اللي حولك تشجعهم على اكل الاطعمة الدسمة الرسالة الصحية لك ان تنتبه لصحتك تقول لي ليش تنتبه لصحتك تقوم انت بالتغيير السيف اذا ما تستخدمه لصالحك راح يستخدم ضدك دائما هاي طاقته يجب ان تقوم باجراء التغييرات ولو صغيرة بداية من هاي الشهر من هاي الشهر بتقول لي ليش ما اشوف عندك مشاكل صحية كثر ما انه خفت وزنك صحة بدنك صحة اكلك راح تساعدك من اجل ان تذهب وراء تحقيق طموحاتك برج دلو انت من اكثر الابراج اللي انتظرت فترة طويلة كنت في الظلام انتظار 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 ما قاعد يشاي من اللي تبيه فالحين صار فيه انفتاح لانه صاير فترة انفتاح انت محتاج كل ذرة طاقة تستخدمها في مكانها الصحيح محتاج صحتك محتاج قوتك عشان تروح تحقق ما يصير انك تقعد او تعاني مشاكل مشاكلك الصحية اللي عانيت منها خلال هاي الفترة سواء ان كان مشكلة مشكلة عضلات مشكلة تمزق مشكلة فيتامينات اي مشكلة تقعدك وتأثر على صحتك راح تأثر كثيرا ايضا على اموالك وحالتك المادية هنا ومشاريعك محتاج القدرة على الحركة السريعة والصحة عشان تحقق اهدافك لازم تفهم ان صحتك هي اللي تعينك على تحقيق ذاتك الابراج الثانيين يعملون على مدى اربع خمس سنوات متواصلة عشان يوصلون انت عندك امامك نافذة سنة واحدة في سنة واحدة راح تقوم كأنما بكل هاي العمل المضغوط لذلك اقولك انك راح تحتاج كل ذرة الطاقة انزل الجانب القانوني خمسة الخماسيات الكوب الاول يتلوها اربعة الاكوام شوف برج الدلو في شخص استغل طيبتك استغل جهلك ببعض الامور القانونية الامور المادية سويت مشروع انتوك ما عندك خبرة مثلا في شخص استغل طيبتك انزين وتعاملك الطيب لذلك الموضوع بينك وبينها راح يصل او وصل حتى الى الجهاز القضائي في الدولة انت هناك كأنما تحس ان انت اللي غلطان انت اللي ملام عندك طاقة شوي خوف ما عارف الموضوع وين راح يروح انا راح اقولك وين الموضوع راح يروح الموضوع والتسوية راح تحسم الى صالحك لان هذا الشخص وان كان استغلك انزين الوقائع والحقائق في كفة ولكن انت جهلك ترى نعمة جهلك اللي راح يطلعك لان فعلا اشوفه هنا برج الدلو فعلا ما كان يدري فعلا الطرف الثاني ما وضح للحقائق ما خلا يوقعه فاهم كامل ما اتفق معاه قبل ما ينفذ لذلك في النظام القضائي جهلك راح يكون نعمة راح يصدقون ان انت فعلا ما كنت تدري وصار اللي صار بينك وبين الخصم بطيب نية الامور راح كف او الحكم راح يطلع على صالحك انت الكوب الاول يفوض لك انت مو للطرف الثاني هذا الطرف اللي جرك الى المحاكم باعتقاد انه راح ينتص منك اخر ذرة اموال راح يستغلك لاخر قطرة اخطأ وقع فيه شباك الخاصة من حفر حفر الاخي وقع فيها انت اللي في النهاية راح تحصل على النجاح والحكم يطلع في صالحك ورح ترفض حتى التسوية مع هذا الشخص بعد ما يطلع الحكم ضده راح يأتي ويقول لك خلا نسوي الحين خلا نسوي مصالحة اوكي راح اقبل الشروط القديمة راح اقبل العرض القديم اللي عطيتني او يوبر جدله او راح اقبل التسوية المالية القديمة انت النصيحة لك ان ترفض هذا الشخص لا يجب رحمته لا يجب الوثوق فيه لان اشوف شخص جدا استغلالي كان السبب في التشويش عليك وعندنا مط دائما يستغل للناس لا تثق فيه وعندما اصير الكف الى صالحك لا تعطيه ولا ترحمه ولا تتعاون معاه حتى انت استغل الموضوع الى صالحك لانا اشوف كأنما ان شاء الله الموضوع راح يكون لصالحك خلا نشوف القراءة العاطفية لبرج الدلو راح تكون عامة انزين القراءة العاطفية المفصلة راح تتلو ان شاء الله خلال الفترة القادمة في شهر يوليو مهما كان وضعك انت اعزب ارمل مطلق خذ الرسالة العاطفية بما ينطبق او غيرها حورها بما ينطبق على وضعك العاطفي انزين خلا نشوف الغزل اللي طلع لك يا برج الدلو يقول لك هذا طبعا فال شعري متخصص في قراءة الطاقة والفال نزيني قلك هل رأيت او رأيت ان الحبيب لم يرغب الا في الجور والظلم وانه نقض العهد ولم يختم للغم الذي نحن فيه فيه شخص او هو اللي في السابق ان ظلمك ولكن الحين انت ابديت ردة فعل لظلمه او هو صد عنك في البداية انت الحين صديت عنه او هو اهملك انت اهملته الحين يشوفك كأنما قاعد لومك انت يراك ان انت اللي ظلم برج الدلو برج هوائي لا لا تتظلمه وبعد انت تتوقع انه راح يظلي انتظرك كثيرا الابراج الهوائية ما تنتظر وما تتعلق كثيرا هذا طبعها هذا عنصرها الطبيعي يقول لك فيارب لا تأخذه ولو انه اصطاد قلبي اصطياد الحمام فاوقعه ثم قتله ولم يرح حرما لصيد الحرم كان في بينك وبين هذا الشخص اتفاق او هو اللي اخل هذا الاتفاق او هو اللي تجرأ في البداية بعدين قام يلومك بعدين رد يقول لك يعني متناقض حتى في ردة فعله تجاهك يوم مثلا يلومك يقول لك لا انا ما اخذك على اللي انت سويته انا ممكن اني اتحمل جزء من الملامة انا ايضا غلطان انا ايضا اتحمل جزء من هاي المشكلة اللي صارت انت اللي اوقعت قلبي قاعد يتكلم بي هذا الشخص يتكلم بي لغة الضحية ولقد جفى علي يسوء حظي اما الحبيب فحاشى لله ان يتبع الا مراسم اللطف وطريق الكرم لما يقعد هذا الشخص بينه وبين نفسه ويتذكر اشقد ان تأثيرك حلو على حياته اشقد هو يشتاق لك لما تكون طاقته فقط طاقة اشتياق ما يشوف منك الجانب اللي في البداية يقعد يلومك فيه لا يقعد ايضا يتقلب على جانب ايضا اخر ويقول لك لا انت يا برج الدلو انت كامل والكامل الله انت لطيف انت كريم انت ما شفت منك الا جميل كأنه ما سكرا دقيقة شفت لما الانسان يكون سكران او يذهب عن العقل الظل يتذكر فقط جانب واحد من القصة جانب الاشتياق لك هذا الشخص مشتاق لك لما يشتد به الاشتياق ما يشوفك الا انك لطيف وجميل وافضل اللي التقى فيهم قبل ولكن من تقرب منه من تتعامل معه او تعطي وجه مرة اخرى تسمح لي للدخول لحياتك ارد يبتدي يتنمى على النعمة ارد يبتدي يعيب يلوم يعاتب ما يعرف اظل في حياتك بطريقة صحيحة صحية اظلون في سلام مع بعض ما يعرف لان اشوف من يكترب او من انت تسمح لان يكترب ارد يغلط ورد لومك واذا ابتعد عنا انت اذا صديت عنا يا برج الدلو يبتدي يقول لا انا غلطان انت سامحني انت اللي ما طلع منك اللي تطيب انسان جدا مو متزن اللي تتعامل معه انزن ومع ذلك كله فمن لم يتحمل ذل الحب فلن يحترمه مؤحد حينما حل او ذهب يقولك يا برج الدلو النصيحة لك اذا انت اذا انت تريد الحب انا برج الدلو السيف طاقة العقل حقاني عقلاني تؤمن في الامور المتزنة يقولك ولكن الحب هنا انت الرسالة لك يا برج الدلو الحب طريق وعر مو طريق مستقي ابدا وسواء كان هذا الشخص او شخص ثاني اخذع الاساس انه تدريب كل الشخص خصوصا في الامور العاطفية رح يتصرف بطريقة فيها عدم عدالة فيها ذل مو ذل وانما عدم التزان خلي نقول فيها عدم امور ما تليق بك يتصرف بطريقة ما تليق بك كل شخص بطريقة ما كل ما تعاملت معاه رح تشوف منه امور رح تظل كأنه ما هني يقولك رح تظل اعزب يا برج الدلو واذا ما تحملت هاي النوع من التقلب في امور الحب الحب لازم يأتي مع ثمن وهو تقلب الاحوال فيا ايها الساقي احضر الخمر وقل للمحتسب لا تنكر حالنا فلم يكون لجم مثل هذا الجام انزين هذا البيت جدا عميق في المعاني ولا اكثر من معنى رح افسر المعنى الاغلب وانتو اخذ الرسالة بما يناسبكم فيا ايها الساقي احضر الخمر وقل للمحتسب لا تنكر حالنا فلم يكون لجم مثل هذا الجام الشخص شوف اول شي الرسالة ان اللي ينظرون اليك انت من بعيد يا برج الدلو ويقللون من ينظرون اليك نظرة دونية يقولون شوفوا برج الدلو ما يعرف يظل في علاقة عاطفية بدون ما ينفصل ما يعرف شوفنا احنا كلنا متزوجين وبرج الدلو لحد الان حالة الله اعلم فيه في شي في شي عند برج الدلو يخليه لحد الان ما رتبط ومارسه على شريك شنو الشي يقول لك لا تنكر حالنا او هما الغلطانين ان يستنكرون حالك ليش لحد الان ما عندك شريك او ما رتبط او ما كذا وكذا وكذا الناس اللي متزوجين يقعدون معاك يعطونك مثلا هاي هاي النبرة نبرة اللي كلنا تزوجنا لش انت ما تزوج كلنا مرتبطين لش انت ما عندك حبيب يقول لك فلم يكن لجم مثل هذا الجام جم هو الملك جمشيد في بلاد فارس القديمة اللي اشتهر عنه انه عنده كأس يرى فيها احوال العالم شفت شلون الكأس سوري الكورة الكريستالية اللي نرى فيها احوال العالم وهو كان عنده كأس يشرب فيه النبي النبيذ طبعا هذي اسطورة ولكن ناخذ الزبدة منها اسطورة انه كان عنده كأس يشرب فيه النبي النبيذ لحد ما يسكر وبعدين عن طريق النظر في هذا الكأس كأنه ما يسوي فال لنفسه ينظر الى الكأس ويرى فيه احوال العالم يمكن جزءا من الاسطورة صحيح يمكن كلها غلط الله اعلم ولكن اللي احنا مستفيدين مننا هني برج الدلو هو ماستر او رئيس قائد القطيع الهوائي الهواء طاقة العقل طاقة الادراك طاقة المعرفة العلم العلم برج الدلو يقولون دائما صعب انه انثبته في علاقة ما يبقى ما يثبت لانه يعلم الملك جمشيت كان عنده كوبيرا فيها احوال العالم الاخرين يدخلون في علاقة ويتزوجون وغيرا عندهم جزء من الجهل لحد الان مو مكتشفين من بالضبط شريكهم ما هي طبيعته ما هي حقيقته برج الدلو يكتشف من انت في خمس دكايق او اقل فما يحتاج يلف معاك هاي اللفة الطويلة العريضة وظل سنين مرتبط فيك يتزوجك يدخل معاك في قصة حب عشان يكتشف حقيقتك لذلك بسرعة ياخذ قرار بخصوصك بسرعة اما يبعدك اما يقربك اما يسمح لك اما هذا بالضبط عشان شدي ايضا الشخص اللي انت قاعد تتعامل معاك حاليا مضطرب معرف يتعامل معاك بسرعة كأن ما تبعده فيتوب وترجع فيرجع لعاداتها القديمة ولكن هذه الرسالة للاشخاص اللي يلومونك او يحالون يحسسونك انك مو على مستوى من الاهلية للارتباط مثلهم اهم اللي فيه جهل اهم اللي اخذوا او دخلوا علاقاتهم ومو بالضبط فاهمين من الشريك اللي ارتبطوا فيه انت لانك عارف طبيعة الناس عارف الحقائق بسرعة تكتشف من هو الشخص اللي امامك ومسكين ذلك السالك الذي لم يأخذ طريقه الى حرم الحبيب فقد جاب الوادي ولم يتبين الطريق الى باب الحرم انت هنا تنظر لهم على اساس انهم المساكين واهم ينظرون لك ان انت المسكين كل واحد يقول للثاني انت اللي غلطان انت اللي مفاهم انت اللي ما تشوف الصورة اللي امامي اهم يشوفونك انت اللي مسكين ولكن حقيقة اهم هذين الاشخاص اللي يستنكرون حالك اهم اللي في جهل وهما اللي مفاهمين أن اللي أمامهم يشوفهم بأشعة الإكس ري أو الأشعة السينية بدون حتى ما يضعهم تحت الأشعة هذا برج الدلو أخذكم من الآخر وعرفكم لذلك ما يرح يظل يضيع وقته في علاقات عاطفية الفاضي فيا حافظ احرز قصب السبق استبق أسرع والتقف كرة الفصاحة فلا فضل للمدعي ولا خبر له بها أو دراية بالضبط يعني كأنما طلعنا من وضعك مع الشريك ودخلنا في وضعك مع الأشخاص اللي يستنكرون حالك خل ردك دائما جاهز لهؤلاء الأشخاص لا تسكت ولا تتجاهل ولا حتى تتجاوز عن كلامهم استبق كرة الفصاحة خل دائما ردك جاهز لما يقولولك ليش انت مرتبط قولهم هل انتو مرتاحين في ارتباطكم انتو لما أقعد معاكم لحد الآن تقولولي ما نمتبه ما فيه الكفاية مو مرتاحين الزواج في أفضل حالات مسؤولية فانتو على إيش تلموني لكم شي عندي هل أنا إذا ارتبط أو ما ارتبط يأثر على مستوى سعادتكم بيقولولكم لا ما يأثر كرة الفصاحة الفصاحة هو الرد اللي يأتي من منطوقك الخاص يا برج الدل وهو منطوق السيف الحقائق العلم مو كرة الرأي أو كرة الشغف لا الفصاحة تأتي من علم فلا فضل للمدعي ما حد لشي عندك يا برج الدل لا تفكر في نظرة الآخرين لك لا تستعجل حتى أن تدخل هذا الشريك أو غيره تسمح لهم بالاقتراب مرة ثانية لحياتك لأنه في أشخاص يعجلونك يحاولون حتى يحسسونك بالنقص أنه لأنه أنت الحين لحد الآن مرتبط مثلا أبدا لا فضل للمدعي ما حد لشي عندك ولا خبر له بها أو دراية أنت تزوجت ما تزوجت سعيد أو تعيس مهما كانت حالتك الاجتماعية هاي الأشخاص ما رح يدرون عنك أنت الوحيد اللي تقدر توزن سعادتك فقط هم مجرد يقعدون معاك يستنكرون حالك يعيبون لأنه يحسون بالنقص داخلهم مجرد رفلكشن أو أو رفلكشن قاعدين يعكسون حالهم عليك فما عليك أوكي أشوفك في وضعك العاطفي بالعكس قاعد كأنما تدرب الحبيب على الأسلوب الصحيح للتعامل معاك علي برج الدلو هذي كانت